اشتركوا في القناة ومرهف لغتها متناغمة تكتب الشعر وتتكع شاعريتها على مخزون ثقافي كبير تكتب الشعر بجميع أنواعها الشعبي والفصيح والعمودي حضورها مميز شعرتنا لهذه الليلة هي الشعرة الإماراتية زينب الرفاعي مساك الله بالخير زينب أهلين أخي عبدالله مساك الله بالنور والسرور في البداية شاكر لكم هذه الاستضافة الجميلة واشكرك أيضا على هذه المقدمة الجميلة تستاهلين تستاهلين والله من الشاعرات المميزات سوى في الإمارات أو في الخليج ومجتهدة وحضورك ما شاء الله ملحوظ وفاعل شكرا من ذاقك زينب لما نتكلم على الهندسة في الشعر ماذا أثرت عليك الهندسة في الشعر طبعا الهندسة كتخصص يعطيك يعطيك هذا التخصص الدقة الخوض في التفاصيل يعلمك كيف تكون فنان وتأخذ كل الخامات اللي موجودة عندك لأنه عندك هدف تبي توصله تماما الحال في الشعر أنت عندك هدف الفكرة وتسخر كل مفرداتك وكل أدواتك عشان توصل لها الشعر متشابه جدا يعني في هذه النقطة مع الهندسة والدقة الوصول للهدف بسرعة سرعة الإنجاز ولا ما لها علاقة الهدف أقصد فيه الفكرة اللي نحن نبي نوصلها طبعا يعني ممكن أستخدم مفردات عادية مستهلكة وأكتب فكرة أيضا عادية وممكن أتميز بشيء مختلف أي بشيء ما ما نقال من قبل فهني يكون إبداع الشعر أكيد بدر عبد المحسن مهندس الكلمة الشعرية الشعراتي هندسون الحرف مثلا يعني إيه فعلا بدر بن عبد المحسن يعني يشتغل جدا على قصايدة على صورة الشعرية الجميلة يعني أنت لما تستمع له تصيبك حالة من الدهشة قال كلام أنت تبي تقوله نعم يكتبك هذا الشعر وقال كلام مش تقليدي ولا مستهلك دخلك ولمسك يعني وحرك شي في داخلك يعتنيه جدا بقصايدة وفي وايد اليوم شعراء يعني يهتمون بالصورة الشعرية وباللغة الجميلة العذبة تأثرت مثلا ببدر نقول يعني زينب رفاعي تأثرت بما يكتبه الأمير بدر عبد المحسن ايه أنا أعتقد أني تأثرت فيه بدر يعتبر ظاهرة بالشعر بالشعر الخليجي والله أعتقد أن بدر يعني خط مختلف هناك البدريون في عمان أعتقد أنه في مدرسة متأثرة بما يكتبه الأمير بدر عبد المحسن صحيح أنا أيضا أشوف مدرسة يعني سواد أعظم من الشعراء في هذا في عمان متأثرين بالأمير بدر فكان لما نرحت لهم كان يقولون نحن في ظل المدرسة البدرية اسمت البدر بن عبد المحسن يعني مش غريبة أن يطلق عليه هذا الشاعر الجميل مدرسة بل بالعكس هذا اللقب يستحق هذا الشاعر اللي ما أتى بأي قصائد تقليدية وعادية وإذا ينا للتجربة العمانية يعني أنا جدا أحترمها الشعراء العمانيين ما شاء الله ثقافة وحضور واهتمام بالمفردة يعني وفيهم من الرقي اللي يخليك دائما تحترم اللي يقدمونه واعتقد أنه أنه في عمان أكثر نشاط للشعر صحيح النشاط ملحوظة وأكثر حيوية للساحة الشعرية النشاط عندهم الثقافي والأدبي بشكل خاص يعني ملحوظ وجميل والمفروض نحن بعد نتعلم منهم بس يعني أنت منطلع على الساحة العمانية ايه صحيح يعني هما بس مشكلتهم أنهم في محيطهم يعني الشعراء ومتميزين ونجوم في محيطهم ما استطاعوا التجاوز إلى الخليج مثل الشعراء السعوديين أو الإماراتيين أو الكويتيين أيضا صحيح وأنا قلت لهم هالكلام يعني قلت أنه لديكم شعراء مبدعين لديكم ساحة شعبية فعالة لديكم حتى حضور إعلامي جيد في محيطكم بس مشكلة التجاوز أنا يعني ملاحظة عندي نفس الملحوظة لكن في بعض التفاعل ما بين أحيانا شعراءنا في الإمارات وشعراءهم وايدة تم استضافات من قبلهم لشعراء من عندنا سواء بالإذاعة سواء بالأمسيات في الجامعات يعني هذه بعد خطوة جميلة بادرة جميلة منهم الأمسيات زينب الأمسيات الشعرية هل تضيف للشعر أو للشعرة؟ كل أمسية تضيف للشعر كل لقاء تلفزيوني كل جلسة نقاشية ممكن تضيف للشعر وتفريها أيضا يعني ما نقدر ننكر أن جلسة الشعر على المنصة نعم احتكاكها بالجمهور وتفاعل الجمهور معه ومع قصيدته احتكاكها بزملاء الشعراء كل هذه الأمور ما نقدر ننكر أنها الضيف ردت الفعل المباشرة ما بين الشاعر وجمهوره من خلال الأمسيات لها دور أيضا في أكيد لها دور صحيح لكن بعد نقدر نتكلم عن نوعية الجمهور يعني تصفيق الجمهور أنا ما أعتبره مقياس لنجاح القصيدة أو تميز القصيدة ليه؟ يعني ما هم صفق الجمهور يعني ما أحد جامسك الجمهور قال صفق بيديك أكيد الجمهور لما صفق الزينب الرفاعي على بيت أو قصيدة أكيد أنها شدته ممكن صحيح ويعتمد على نوعية الجمهور على مستواهم الثقافي على يعني ذائقتهم يعتمد على أيضا النفج اللي عندهم اتجاه القصائد يعني ممكن يتم استضافة شاعر مثلا عنده كسر أو قصائد مستهلكة مثلا أفكار جدا تقليدية وعادية والجمهور ينبهر ينبهر على بيت مكسور مثلا ويصفق يعني ممكن للقاء الأداء كل هذه الأمور يعني على المسرح رح أكيد تشد الجمهور وتجعله يتفاعل لكن أنا يعني كنت أقصد وعي الجمهور نحن نحتاج وعي أكثر نضج أكثر نحتاج ذائقة مش عادية عشان ما نتراجع بالشعر اللي وراء المفروض أننا نحن دائما نحافظ على مكانة شعر بالمستوى المطلوب والمناسب صح بس على فكرة زينب إذا صفق لك الجمهور في أمسية يعني احمدي ربك ليش؟ لأنه أنا حضرت أمسيات الجمهور كان نايم فلما يصفق الجمهور على بيت أو على قصيدة أكيد أنه ما خرج من القلب وصل للقلب أكيد أنه ما تفاعل الجمهور مع هالبيت أو هالقصيدة إلا هي لامست شيء بداخله زينب نسمع قصيدة بحكم أنه في ليلكم شعر فالك طيب نبدأ مصافحة أولى للوطن أقول هذا الوطن هذا الوطن يكبر سلامه طيب يكبر هنا ما تكبره أكدار عمره عطى يوم النوايا ريب عمره سعينة في سلام الجار لو نال من حرف المعاني شيب أحروف نالك يا الكبير صغار ولو يحسب الرامي رميه يصيب سمع القيادة منجز وإعمار ما نال من عالي السمه والهيب وعلونا عنه كرم لقدار حن والذي عنده علوم الغيب في السلم جنه في الوغا حن نار محنا من اللي يشققون الجيب لا حزة الحزة نموت حرار ما يلحقك منا حرام وعيب كبار مثلك يا وطن كبار الله صح لسانك صح لسانك زينب الشاعر الرجل حالم ورومانسي في الغالب المرأة حالمة بطبيعتها المرأة الشاعرة كيف تكون وماذا يزيدها الشعر في هذا الجانب المرأة الشاعرة يعني قبل ذلك هي إنسانة مثل ما أسلفت أخي عبد الله معروفة بحساسيتها أكثر من الرجل يعني الشعر شوي زيدها أو إيه شو تزيد على الشعر أداتها اللي تعبر فيها أكيد عندها هموم هي تعيشها المرأة في هذا المجتمع عندها ممكن تكون هذه الهموم اجتماعية عاطفية في عدة أمور مختلفة عدها هذه الأداء اللي طبعا الموهبة رزق أنا أعتبرها من رب العالمين إضافة إلى عدة أدوات أخرى يعني تقدر توصل فيها رسالة معينة نعم في من تتغزل الشاعرة إحنا نعرف إنه الشاعر يتغزل في المرأة أيضا المرأة في من تتغزل والله المرأة يعني تقدر تتغزل في الوطن وبيكون يعني بتكون أجمل قصائد غزل هذه أنا مش من الشاعرات اللي يكتبون في هذا الغرض شعري لذلك وما يشدني يعني للأمانة وايل الشعر الغزلي ما يشد لا أعتقد أني أحب الوجداني الشعر الوجداني والوطني أكثر والقصائد العاطفية يعني بعيد عن الكلام الغزلي اللي يعني اعتدنا على سماعة فيه فيه أمور مدهشة أكثر أعتقد ومتى ما جاء الغزل يعني نبيل خلني أقولك يجذبني أكثر متى ما يعني وصف عقل المرأة شخصيتها جمال الأمور الأخرى اللي فيها يعني هذه الأمور اللي تشدني طيب جميل زهنب شعرات الجيد الجديد لم يستطعنا إقناع الجمهور أنهن تجارب عظيمة مثل تجارب تجارب بخوت المرية نورة الهرشانية شعرات القديمات شعرات الجيل الحالي ما أقنع المشاهد ممكن صحيح في بعض الشعرات ما أقدر أقول كل الشعرات من هذه الفئة اللي يعني تحدثت عنها لا في شعرات لديهم تجارب مشرفة وجميلة ويعني أسامي متواجدة على الساحة الشعرة اللي تتعب على محتوى قصيدتها اللي تعتني في قصيدتها أكثر من اعتناءها بالأمور الأخرى وهذا الكلام ينطبق على الشاعر والشاعر أيضا لأن الشاعر أو الشاعرة يعرض ما لديه من أفكار وقصائد يعني بعيد عن عرض مثلا نفسه أو غيره في أمور أهم من أهم يعني الإنسان يعتني أو الشاعر يعتني بقصيدتها وظهورها بشكل لائق نعم بس أعتقد أن اليوم في أمور الثانية قاعدة تأخذ حيز الاهتمام هذا والناس قاعدة تتجه لها أكثر من القصيدة اللي المفروض هي تكون جل اهتمام الشاعر جميل للكم شعر وإحساسه وقصائد للكم عزف شاعر منفرد نريد أن نسمع قصيدة تختارينها لنا قبل أن نختم الجزء الأول من لقائنا لهذه الليلة أقول متى شقق نهاري حزنك المفضوح قضيت أخيط بطرا في الهواء أيام وأقول أصدر معاكم يا وليف الروح يمر اليوم ويتكاهل إلينا نام إذا حرفك تعدى وما مداك تبوح أبد لا يعتريك الياس واستسلام إذا حرفك تعدى وما مداك تبوح أبد لا يعتريك الياس واستسلام بيحسدك الملأ لو اعتليت صروح بيخضحك الحسود مجرحك الهام وببقى أرتقي بك يا كليم البوح إذا الحاضر جحدنا فالوعد قدام بنتمرد على الغامض على المشروح بنتثاقل على منظومة الآلام نثور انثارت الدنيا عك المجروح وإذا قامت على حرب الفكر أقلام نكون اللي بغيناه لو بغيت تروح يدوم الود ولو إن الوصل ما دام كريمين الجناب وفضلكم ملموح يخلتكم حنين الذاكرة أعلام سلامتك الله الله صح لسانك صح لسانك زينب هناخد فاصل ونواصل حوارنا أزاي فاصل قصير ونواصل حوارنا مع الشعرة زينب الرفاعي في برنامجكم ليلكم شعر زينب تكلمنا في الفاصل الأول أو في الجزء الأول عن الشاعرات أنهم لم يوجدوا يعني تجربة يعني أشبه بالتجارب للشاعرات السابقات فيما مضى يعني من سنوات مثل بخوت المرية أو نور الهرشاني وغيره من الشاعرات شعر الشاعرات لظروف اجتماعية أو عادات أو تقاليد ربما يكون غير مكتمل مثل الوصف مثل الهجاء وأغراض أخرى تنقصهم ولا لا صحيح يعني في قيود يفرضها المجتمع وأيضا القبيلة لذلك نلاقي مثل ما تفضلت التجارب يعني مثلا تنقصها بعض الأغراض الشعرية لكن أنا مؤمنة أن الشعر اللي تبي تقول شيء معين أكيد راح تقولها وراح تكتبها وحتى لو ما نشر وحتى في المقابل الشعر أيضا في شعراء عندهم تحفظ على بعض الأمور مثلا يعني مو بس هذه المواضيع نحن عندنا ما شاء الله المواضيع السياسية وبعض المواضيع الاجتماعية في عندنا قيود أيضا يعني ما أعتقد أن القيود بس على المرأة في قيود أيضا على الرجل وعلينا كلنا بشكل عام يعني عشان نحقق نوع من الالتزام ونوع من يعني عدم الفوضى نعم شفافية المرأة غالبة في موضوع الوصف أو الهجاء يعني ما تخيل شعره تهجو قد هجيتي أحد لا والله أمانة لا والله يعني ما قد هجيتي ولا شاعر ولا شاعرة كده شاعر ضايقتك يوم الأيام وهجيتيها لو من باب التجريب يعني ما رح أهجي لأن عندي مبدأ أن ما بي أخلد هؤلاء الأشخاص في قصيدتي نعم الشاعرات على فكرة في بينهم حزازيات تنافسيات غيرة نسائية أو أنه لا الوضع طيب إن شاء الله لا باين من عيونك مو طيب لا الوضع جميل الحمد لله هو لابد يعني شوفي الساحة الشعبية حتى الساحة الرجالية يعني الشعراء في بينهم تحذبات شلالية يعني أنا مع فلان وفلان مع فلان وإلى آخره وهذا على فكرة بدوره الشلالية ما كانت يعني دائما تعطي نتائج إيجابية لأي لأي ساحة سوفي الشعر الفصيح أو العامي أو حتى الرياضي أو إلى آخره فدائما لها سلبياتها فأنا حبيت أني أسألك في هالموضوع بحكم أنك أنت يعني في الساحة النسائية والحريم نعرفهم غيرتهم في منافسة أكيد يعني لكن منافسة جميلة وشريفة ما بقول حسد بقول في تحدي جميل يصير لما أنا أسمع زميلتي تكتب قصيدة رائعة مثلا أو أشوف زميلتي إحدى زميلاتي عدها ثقافة وعدها مخزون جميل وأشوفها في قصايتها هذا شيء يشجعني أني أنا أكتب قصيدة بهذا المستوى يشجعني أني أتعب أيضا على مفرداتي على ثقافتي أخذ معاي إلى عالم القصيدة تجاربي اللي قاعدة أعيشها في الحياة اليومية التجارب الاجتماعية في الحياة العملية مثلا نحن يعني في القصائد ما نقتصر فقط على التجارب العاطفية لا بالعكس نحن خليط من هذه التجارب المختلفة اللي تطلع وتلاقيها في القصيدة وتكون أجمل من التكلف خلنا نقول دائما هذه الأمور لما تأثر فيك بطريقة أو بأخرى وتنساها مع الأيام تطلع بشكل جميل في القصيدة أو تطلع على شخصيتك أنت كشخص أيضا في تعاملاتك مع الأمور في المستقبل نعم طيب نعرج على موضوع المسابقات الشعرية هل تعتقدين أنها أنصفة الشعيرات؟ يعني في حضور نسائي لكن متواضع في هذه المسابقات أعتقد أنا أحب المسابقات وأشوف أنها جو جميل ويعطي نوع أو تخلق المسابقات جو من التنافس نحن نحتاجها مع الأيام نعم يعني أنت تحتاج أنها يعني تستفزك قصيدة جميلة فتقوم وتكتب وتحاول تصل لهذا المستوى مثلا اللي سمعت فيه هذه القصيدة فنحتاج هذا الجو من التنافس الشريف والجميل ما بيننا نحن الشعراء لذلك أنا مع المسابقات وأحب وجودها وأتمنى من خواتي الشعرات أيضا تواجد فيها بشكل أكبر يعني حتشاركين يعني جينا برفعي حتشارك في أي مسابقة إن شاء الله إذا ظروف العمل والدراسة سمحت لي إن شاء الله فكرت في المشاركة يعني أنت أحي أحب التحدي نعم ما تخشين مثلا أنت شاعرة معروفة يعني نقول والله الحين يقول لك الشعراء المعروفين أو الأسماء المعروفة في الساحة الشعبية تقول لك والله أنا اسم معروف لا أقدر أقحم نفسي وأكون على المحك لأنه حتى يمكن ما أقبل في المية ولا أقبل حتى في ثمانية واربعين هذه شجاعة من الشخص أنه يقدم على أي تجربة يعني الشاعر إنسان شجاع يعرض تجاربه ويعرض أفكاره في القصيدة أمام الملأ ويحط قصيدته بين أيدي الناس يعني هذه بحد ذاتها شجاعة وجرأة فأعتقد أن المشاركة في المسابقات أيضا نوع آخر من الجرأة والشجاعة أنا معني شخصيا ما أستحي من فشلي ومن تجاربي الفاشلة وإخفاقاتي بشكل عام سواء في الدراسة في العمل في الشعر في كل المجالات الحمد لله ما شاء الله عليك تعتقدين المسابقات الشعرية أنها خدمة الشعر؟ خدمة الشعر وخدمة الشاعرات والشعراء أيضا اكتشفت مواهب طلعت بلا نحن كانوا مغيبين هذه المواهب صحيح يعني المسابقات مثلا أو الإعلام كلاهما ساعد أن أسماء جميلة توصل لنا اكتشفناها من خلال المسابقات يعني من أكبرى حسنات شاعر المليون أنه زخ لنا كمية من الشعراء المبدعين لو قعدنا مئة سنة ما اكتشفناهم وما طلعوا صحيح ما أكذب عليك احنا كنا في الصحافة يعني ليلة خميس مجلة فواصل المختلف يعني ما كنا نعتمد على بريد القراء اللي يصل من خلاله المبدعين اكتشاف المبدعين فجاء شاعر المليون وجاء بعض المسابقات الناجحة طبعا أتكلم عن المستنسخة من شاعر المليون لأنها فشلت فشل ذريع فقدمت الشاعر وقدمت الشاعر للأمانة بخض النظر عن آلية هذه المسابقات أو طريقة التصويت أو هي في الأخير خدمة الشعر وخدمة الشاعر صحيح وتخلق حركة شعرية جميلة يطلع فيها الشاعر من الركود لأننا نحن محتادين على الأمسيات في مناسبات مثلا معينة أو عندنا اليوم صارت أمسيات على مدار العام ومتنوعة ومختلفة فالتي المسابقة يعني تقدم لك بشكل جميل ومختلف وتفريك أيضا ومثل ما أسلفت تعرفك على شعراء جدد وتسمع قصائد جميلة صور شعرية أكيد تفريك وأنت تستفيد من هذا المخزون الأدبي أنا تفاجأت والله زينب بشعراء من خلال هالمسابقات خرجوا أنهم يملكون يعني 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 موهبة شعرية فالتاكة يعني لو لله ثم هالمسابقات ما رأيناهم ما شفناهم ما طلعوا لأن الإعلام أحيانا يعني ما يقدر يوصل لكل الشعراء شو الأسباب والله يعني الأسباب متنوعة ممكن أحيانا في ناس وراء من المجلة أحيانا من الإعلام وأحيانا من الشعر أيضا أحيانا في ناس عندهم عدم سعي للظهور في ناس تستمتع بقصيدتها تقرأها على الأصدقاء في المجالس الشعرية وغيرها وتكتفي يعني هي مكتفية بهذا القدر ما ما تطمح للأكثر وكل شخص في النهاية يعني له جوة ليريحة اللي يحب يقرأ قصيدة على الملأ واللي ما بين أصدقاء واللي يحب ينشرها في ديوان واللي يحب يكون وراء الإذاعة مثلا للي لكم شعر نبي شعر نبي قصيدة طالما فالك طيب بمناسبة عام زايد طبعا 2018 داخلين على عام زايد رحمة الله عليهم أقول الله يرى علوطن أو علذي فارق وطن أبتدي بالفاتحة وحروفها علذي ترفل بها حياء المدن خيرهم صافح بياض كفوفها ساند شعوب مزاحمها الوهن وزاحم المعتلي عكتوفها لن خفض سكف الشعوب من الزمن راح يرفع بالأمان سقوفها لن خفض سكف الشعوب من الزمن راح يرفع بالأمان سقوفها قيمة الإنسان أكدها بثمن فوق كل المعطيات يشوفها يا بلاد الخير يا بلاد الخير والدنيا محن والظروف تزورنا بصنوفها لو تراءت علمدة رجفة أمن والمساعد بعدت بصفوفها سلم الأجيال منهاج الوطن بارك المسعى وطول وقوفها سلامك الله صحيح لسانك صحيح لاتك العافية عافية والدك ومكتبته الزاخرة هي من بدرة الشعر في روح زينب الرفاعي صحيح بدرة الأدب بشكل عام يعني مكتبة الوالد الله يحفظها زاخرة بكتب الشريعة وكتب اللغة العربية والأدب بشكل عام هذه اهتمامات العائلة واهتمامات الوالد وتخصصات خواتي في البيت فلما كبرت كانت تغريني المكتبة أكثر من اللعب والأمور هذه فلما اتجهت للكتب وكنت قرأها بعمر صغير وما كنت أستوعب كل الكلام الموجود مع الأيام كنت أستوعب القصص الموجودة واللغة الجميلة والأشعار أيضا فهذه كانت البداية للقراءة اللي أنا أعتبرها يعني أهم أهم الأمور اللي لازم تكون موجودة عن كل إنسان بغض النظر شاعر كاتب وغيره القراءة يعني تثر الإنسان تساهم في بناء شخصيته ثقافته فهذه قصة القراءة ومكتب تلوا ما شاء الله القراءة للشاعر أيضا مهمة شكرا المخزون الثقافي راح يتضح جليا من خلال قصائدك صحيح إلا من ندر من الشعرات الأقينة غير مثقف ولكن سبحان الله مثقف في قصيدة مثقف بينما هو على الطبيعة غير مثقف صحيح فهذا يمكن أنها مخاوي يمكن طيب زينب لماذا تجنبت النشر في بداياتك الشهرية تجنبت النشر وأعتقد أني وأنا متأكدة أني أحسنت الفعل الحمد لله لأن في مستوى من القصائد أعتقد أنه لازم الشاعر يتجاوزه في البداية أن تكتب وهمك الوصول إلى القافية همك سلامة الوزن مع الأيام هذه الأمور تصير يعني بسيطة عندك تنضج التجربة وتتجاوزها وتبحث عن الأعمق عن الفكرة وتبحث عن الصورة الشعرية وغيرها فأنا أعتقد أني لما انتجاوزت هذه المرحلة أحسنت لقصائدي وبدأت بمستوى يعني مقبول الحمد لله أنا راضي عنه جميل طيب تكتبين في الغالب جميع أنواع الشعر الفصيح صحيح العمودي الشعر الشعبي يعني ألا يسبب لك ذلك إرباك وتداخل في التنظيم اللغوي ما بين فصيح وما بين عمودي وما بين شعر نبطي لا والله أبدا حتى أنا بالقصائد النبطية يعني شوي يلاحظ يعني أن مفرداتي فصيحة أكثر أعتقد أنه والشعر الفصيح والنبطي يعني متشابهين إلى حد ما نحن نستخدم نفس البحور الشعرية وإن اختلفت تسمياتها نعم إذا سمينا بحر الهزج الشيباني وإذا الوافر كان الإصخري في النهاية هم نفس التفاعل ونفس البحور الشعرية إلى حد ما إلى حد ما بس عندنا مرونة أكثر في الشعر النبطي أكيد عندنا بحور أكثر عندنا بالفصيح تجاوز القواعد النحوية هذا مهم طبعا طبعا النحو يعني من أصعب الأمور اللي ممكن يواجهها الشعر في القصيدة نحن في النبطي يعني عندنا سلاسة أكثر مرونة الشعر يقدر يعفر عن فكرته بشكل أكثر سهولة أعتقد طيب هل وجدت فعلا المتلقي الخليجي عامل حاجز بينه وبين الشعر الفصيح يمكن قديما في السابق كان في حواجز وكان في عدم إقبال يعني حتى لما تقعد في أمسية تقرأ نص فصيح مثلا تحس ما في تجاوب أو الأغلب ما يفضل لكن مع الأيام لا بالعكس أعتقد أنه وعي الناس زاد صاروا يحسون بجمالية اللغة العربية صاروا يطلبون النص الفصيح يمكن للشاعر دور أو للشاعرة يمكن للإلقاء دور للحضور دور صحيح بس اليوم أعتقد أن الكتاب وهذه يعني ظهور الكتاب وتشعبه في حياتنا مرة أخرى من بعد ما كان فيه عزوف عن القراءة يعني ملحوظ أعتقد أن هالأمور خلت الأجيال القادمة تعرف قيمة اللغة قريبة منها إذا سمعت نص يعني تقدر إلى حد ما تستوعبها تستوعب جمالياتها صارت تقدس اللغة لأن الكتاب أصبح قريب منها أنا هذه يعني وجهة نظري جميل زينب هنأخذ فاصل قصير ونواصل حوارنا أعزائي فاصل قصير ونواصل حوارنا لهذه الليلة مع الشاعر الإماراتية زينب الرفاعي في برنامجكم ليالكم شاعر زينب كتبتي القصيدة العمودية صحيح ألا كنت تخشي من التجربة في هذا المجال طبعا الشعراء اللي كتبوها قلة يعني في الخليج لما ناخذ من السعودية بدر عبد المهسن هو الأبرز في الكويت فايق عبد الجليل الله يرحمه في البحرين عبد الرحمن الرفيع الله يرحمه صحيح القصيدة التفعيل تحجزيني عن تجربتك في هذا المجال مغامرة أنا أعتقد أنها مغامرة لأنه النبطي أكثر والله قصيدة التفعيلة قريبة جدا لي فيها نوع من التحرر اللي تطلبه أحيان عشان تعبر عن فكرة معينة يعني أحيانا تقبل تحدي القصيدة العمودية وتتقيد في وزن وقافية وتقبل التحدي وتأتي بفكرتك مع هذا القيد وهذا لكن في التفعيلة يعني أنت متحرر من قيد واحد على الأقل وعندك اللغة بجماليتها وعندك مفرداتك وأفكارك وعندك سعة تقدر تعبر سلاسة من خلالها طبعا في ناس ما تؤيد هذه التجربة التفعيلة ما يسمونه الشعر في ناس يقولك هذا تفعيلة مش شعر أنا أشوف أنه شعر لأن هذه في النهاية قصائد موزونة وأن تحررت من القافية وقصائد التفعيلة يعني بدأها بدر شاكر السياب ونازك الملائكة في الشعر الفصيح وأيضا موجودة وجميلة عندنا النثر أنا ضد تسميتها بشعر ولو أنه ممكن أقولك أنه الغاية من القصيدة إدهاش المتلقي إذا كتبت قصيدة عمودية موزونة ما قدمت فيها جديد وين الشعر يعني ما قدمت جديد ما أدهشت المتلقي نص مستهلك فهذه راح نسميها شعر لأنها حققت وزنه قافية بينما قصيدة تفعيلة تحررت فقط من القافية ولا تزال ملتزمة بالوزن وأدهشت المتلقي وقدمت لغة جميلة وهذه يعني راح ما نسميها لا بالعكس أعتقد أنه الشعر في المقام الأول إدهاش ولغة جميلة بعيد عن التكرار واللغة التقليدية والأفكار المستهلكة يعني أنت زينب تهربين من قيود القصيدة النبطية إلى التفعيلة قصيدة التفعيلة عشان الوزن والقافية وحيث أنه يكون فيها المجال أكثر ريحية أنا ما أختار أنا لما أكتب قصيدة ما أختار يعني أنها تكون عمودية وغيرها النص أنا دائما أقول أن النص هو مولود يختار جنسه متى ما أراد أن يكون قصيدة عمودية سيكون متى ما أراد أن يكون شعرا حرا سيكون أنت تميلين لأي لون من الألوان؟ الأثنين الأثنين يعني أنا كل اللي شمعت لك أغلب اللي شمعت لك الليلة أغلبه نبطي يعني مقف موزون صحيح عمودي بس يعني إذا كانت القصيدة التفعيلة فيها تكثيف لغوي وفيها جمال بفضلها أكيد طيب نسمع قصيدة التفعيلة؟ إن شاء الله ناس قصير ولا طويل؟ اللي يجب نزل هو ليل نشار نبي نسمع شار أقول يلي سماك بوصلنا ما أمطرت إلا جفا لليوم ذا طل للوفا من نافذة عمري نتساءل من هو اللي بيرجع لنا عطر الوفا روح العطاءات القديمة وابتسامات الصباح يلي تعيش بذاكرة صبحي وانا أعيش لشيائك أذكر براءة وصلنا عشاق والدنيا مطر نفرش أمانينا على صدر السماء وندعي ونخيط هالفرحة عمر يا رب إذا ما كان في الدنيا لقى لتروح هالفرصة هدر لكنها راحت معلي من سنيني راح يلي خريفك طيح أيامي ورد يلي خريفك طيح أيامي ورد وتبدلت فيني الفصول من بيننا وجها سرق حظه من البسمة ببول ليت الجفاء لما على بابي طرق خضني الهوى عنه وشاح ولا على طار الجفاء ليتك معلي من عيوني غصنهم طاح وسلامتكم الله الله صح رسانك هو يظل الشعر شعر بأي أداة وبأي غرض وبأي نوع من أنواع الشعر سوى التفعيلة والعمودي والفصيح المهم أن الإبداع يكون موجود فيه وهذا هو أهم نقطة بس كيف يتجاوز الشعر في قصيدة التفعيلة؟ الجمهور جمهور مشكلة الجمهور متى ما زاد وعية وثقافته راح يعرف الجمال وراء قصيدة التفعيلة نحتاج إلى أن يجيد وعية يعني لا عفوا يعني أنا أذكر لما كنت أتابع أمسيات بدر بن عبد المحسن وكنت أشوف الجمهور المثقف المحب للكلمة الجميلة يعني تفاعله مع الشاعر كيف كان جميل وكان مدهش أيضا لأن مستوعب الجمال اللي قاعد ينقال على المنصة مستوعب هذا الكم من الشاعرية الحقيقية وراء هذه القصايد نعم الأغنية تخدم القصيدة أكيد تخدم القصيدة لما يكون الأمير بدر عنده قصيدة تفعيلة في أمسية وقصيدة نبطية تجدين تفاعل الناس مع أهما رق الرياض أو يعني مجموعة يعني أغلب القصائد اللي نحن نسمعها ليه اليوم القديمة اللي مثلا غناها محمد عبده أو غيرها من الفنانين كانت قصائد تفعيلة وكانت لبدر بن عبد المحسن وغيرها من الشعراء أيضا فما نقدر ننكر جمال التفعيلة وما نقدر أيضا ننكر جمال اللحن أو اللحن والأغنية اللي يضيفون جمال للقصيدة أحيان تستمع لقصيدة يعني ما تحرك فيك اللحن يجملها نعم يقول لك قصيدة غنائية ما يقولون قصيدة تفعيلة فأنها لا تصلح للإلقاء في المجلس لا تصلح للإلقاء في الأمسيات إنما تصلح كأغنية في أحيان قصائد رباعية نعم تكتب للأغاني فقط الشعراء ما يفضلون يقرؤونها على المنصة فرباعيات من من الأشكال الجميلة اللي تخدم الأغنية وتتميز أيضا في الأغنية نعم طيب زينب هل للمرأة هموم تعالجها الشاعرة يعجز الشاعر عن وصفها؟ قد ينجح الشاعر في تسليط الضوء على هموم المجتمع بشكل عام وهموم المرأة مثلا بشكل خاص لكن أيضا للمرأة دور في إبراز همومها الخاصة مثل ما أسلفنا يعني عندها أداتها الخاصة وقد يعني تكون هي الشخص الوحيد اللي عارف عن أو يعيش حالات معينة سواء اجتماعية أو غيرها يعني فتقدر تعبر بشكل أفضل لأنها هي القريبة من هذا الهم زينب قلتي إن هاجس قصيدتك إدهاش المتلقي هل وصلتي لذلك؟ أتمنى أنت تكتبين التفعيلة وتكتبين العمودي العمودي أتوقع الإدهاش يكون فيه أكثر ولا لا؟ توافقين للرأي؟ الأثنين الأثنين أنت منحازة للتفعيلة كثير على الفكرة حنسمع قصيدة التفعيلة ثانية بعد الأولة كانت كثير كثير رائعة وممكن الناس اللي نقول إنه في الأمسيات أو ما يتفاعلون مع قصيدة تفعيلة يجدون فيها شعر وهي فيها شعر أنا عندي قصيدة تفعيلة فيها شعر أفضل من مئة قصيدة غير عمودية عمودية ما فيها شعر صحيح مجرد إنها قصيدة ترشال مو وزن وقافي مو وزن وقافي أكيد أوافقك وفيه يعني معنى أبعد كثير من الوزن والقافي للقصيدة اليوم النثر يعني شعراء النثر خلنا نقول مثل ما هم يعني يسمون أنفسهم شعراء النثر يسمون القصيدة النثرية بقصيدة لإيمانهم بأن النص لغة وجمال وإدهاش متى ما تحقق في الشعر العمودي نحن أيضا نسميها قصيدة فأعتقد أن ما بين هذا الصراع مع الأيام ستبقى القصيدة المدهشة هي اللي راح تخلد القصيدة العادية راح تعيش فترة زمنية معينة وتنتهي ويمكن في قصايد عبارة عن فلاش مجرد أنها في وقتها وتنتهي صحيح وكذلك شعراء وكذلك شاعرات فيه فيه والتاريخ شواهده كثيرة في هذا الحيز طيب من تأخذي الرأي في قصيدك بعد اكتمالها زينا؟ من الأمانة يعني؟ الشعرات صديقات الشعرات تثقين في أراءهم؟ أكيد ما في واحدة من الشعرات يعني ها ممكن تأتيك راي لا لا أنا أبعثها مبلة مجادة من باب الغيرة النسائية أنا أبعثها لصديقات الشعرات اللي أثق فيهم وأوجه لهم تحية شعر بطول آل علي شعر فاطمة الكعبي شعر مريم النقبي شعر حمد المر والله الأسماء وايد وأيضا من ضمن الأسماء شعر جمال الشكسي في وايد أسماء جميلة وأحترم تجاربها أضيف لي وتثريني ويعني دائما أنا مرحبة بالملاحظات ومرحبة بأي نقاش في ناس ما يقبل النقد في قصيدته ولا يقبل الأخذ والعطاء الشعرات بالعادة نرجسيات غالبا ما يرفضنا التغيير هل أنت منهم؟ لا أنا مش منهم عادي أنه أنا أعطيك رأي أنا في حياتي بشكل عام بعيدا عن القصيدة يعني ما بيني وبين الصريقات دائما وحواراتنا نعطي ملاحظات البعض هذه الأمور وايد مهمة لتقويم شخصيتك أيضا مهمة لتقويم قصيدتك فأعتقد أن الناس ما تقبل لذلك تبقى في نفس المستوى أو أحيان تدور في نفس الدائرة تعيد نفس الأخطاء مثلا ما تتعلم أمور يديدة مو من والله شوفي بقولك حاجة زينا لأن أنا أول مرة ألتقي فيك لكن باين من وجهك مسالمة وما عندك النرجسية الحمد لله فالله يعطيك العافية طولة العمر ما مصير ديوانك الشعري ولماذا لم نشاهد إلى الآن؟ إلى الآن لأن أحب أتريث في كل خطوة ما مستعيلة على شيء وإن شاء الله متى ما طلع لي ديوان أحب بيكون بصورة ترضيني بيكون جامع ما بين التفعيلة وما بين الأمودي أكيد والفصيح ما أعتقد أني رح أنشر قصائد الفصيح ما أعتقد أو رح أكتفي فيهم يعني بالنشر في وسائل التواصل الاجتماعي فقر أصنف نفسي كشعرة نبطي أكثر يعني قصائدي متواضعة بالفصيح ليلكم شعر نبي قصيدك فالك طيب تفعيلة أيضا أقول حسافي مر هذا العمر وأنا في حبك أتجول وموت ولا بعد ألقى يديك اللي اتسمى بالعطاديرة طلبتك يا حياء الصبح وجنات الشتاء وغصني الأول طلبتك هو طلب واحد ولاني طالبة غيره أبي أرمي تعب عمري فأيت غيمة في قلبك تروح بعيد تمطرني متى ما حرموا قربك سلامك صحيح صحيح زينب تؤمنين أن الديوان من الخطوات الأخيرة في المسيرة الشاعر أعتقد أن في كل فترة من فترات كتابة بعض القصائد مرحلة عمرية يعني هذا اللي سير معنا لأن تنضج تجربتنا ذاقتنا أيضا تنضج فهذه القصائد تبقى يعني وراءنا تجاوزناها سواء تجربة سواء مفردات سواء لغة شعرية لذلك أعتقد أن توفيقها في وقتها يكون أفضل يعني أنت تقصدين زينب أن التأني بالنسبة للشاعر والشاعر في إصدار ديوان مقروغ لأنه كتوثيق له تاريخي والله التأني مطلوب التأني مطلوب التأني مطلوب لأن التوثيق الورقي الكتاب الورقي يعني هو الباقي في النهاية غير عن الأغنية والأمور المختلفة ديوان الصوتي أيضا ديوان الصوتي هاتقد أنه فاست فود ولا لا أكله شريعة تقريبا يعني أنا إذا ركزت في إجابتي على ديوان المقروغ أعتقد هذا اللي يبقى ويصل في السنوات المقبلة فلازم نعتني فيه ما نستعجل عشان نترك قصائد قيمة في أيدي القراءة طيب الشاعر يطرب أكثر للشاعر الشاعر تطرب للشاعر؟ يعني أنا شاعر أنا شاعر أبحث عن الشاعر الجيد الشاعر الجميل اللي يحقق لي هذه الدهشة متى ما وجدت عند الشاعر أو الشاعر؟ الشاعر ملهمته المرأة فمن هو من لهمة الشاعر؟ تجاربها المختلفة طبعا تجاربها الاجتماعية العاطفية في حياتها العملية في أمور كثيرة هذه الأمور اللي تلهم الشاعر أكيد أنت سبق ونشرتي في الصحف صحيح مجلات الشاعرية صحيح بدأت في طبعا أنا بدأت الكتابة في 2007 لكن بدأت النشر في 2009 ما لحقتي على مجلات الشاعر في أصحى الذهب؟ صحيح بدأت في كانت عندنا صحيفة همالي المتوهجة في هذا الوقت كانت في 2009 ورقية ورقية وأنا كنت طالبة مستجدة في جامعة الإمارات وفي اتفاقيات كانت ما بين الجامعة والصحيفة لكي تنشر هاي المواهب فكانت بداياتي في صحيفة همالي الأدبية من بعدها مجلة جواهر أيضا في عدة مجلات حاليا ما تحضرني الأسماء لكن مع الأيام الدراسة خذتني وتوقفت أيضا عن النشر وبعد التخرج يعني رجعت للساحة جميل تقدين أن الصحافة الشعبية كانت تخدم الشاعر أو الشاعر في تلك الحقبة؟ والله كانت ولا تزال تخدم الشاعر حتى بوجود وسائل التواصل الاجتماعي يعني تبقى الصحيفة وتبقى المجلة وتبقى القناة هي مرجعنا الأساسي إذا أبي أخذ مثلا على سبيل الأخبار مثلا أبي أخذ خبر موثوق ما رح أخذ من وسائل التواصل الاجتماعي إلا إذا شفت في قناة معينة وغيرها بس على مستوى الشعر الجرائد اليوم لا تزال موجودة الصحف والمجلات موجودة ونحن الشعراء نسعى دائما أننا نتواجد وقصائدنا تتواجد فيها إلى اليوم حتى وأن كانت اليوم يعني في مساحة حرية خاصة في كل شاعر خلقتها له وسائل التواصل الاجتماعي يعني تبقى مثل ما أخبرتك الصحف والمجلات لها هيبتها اللي كانت في عين القراءة والكتاب طيب السوشال ميديا تويتر الآن سناب شات استيجرام صار فيه نجوم نجوم شعراء ما أدري ونجونها منه لا من خلال الصحافة ولا من خلال المسابقات الشعرية ولا من خلال قنوات الشعر المتخصصة هل تعتقدين أن هذه ظاهرة صحية بالنسبة للشعر؟ كل شيء له جانب إيجابي وسلبي هذه أحد الأمور السلبية بس في المقابل فيه أمور إيجابية وجميلة يعني وسائل التواصل الاجتماعي عطت مساحة لكل شاعر وكل كاتب أن يعبر عما لديه أن يحتك في الأشخاص اللي يمتلكون ذات الموهبة يستفيد منهم فيه تفاعل آني بينه وبين المتلقين ولا لا؟ يعني أنت أنتك حسابة جانب فيه صحيح تلما تنشرين بيتين أو ثلاثة بيات أو أربعة بيات بعد ما وسعوا بمجال الرسائل الآن تلاقين في ثانية في ثواني ردة فعل ولا لا؟ أكيد لأنها يعني سهولة التواصل وسرعتها قاعدة تخدمنا فتفاعل محبي شعري صحيح غير لما أنا أنشر في مجلة ممكن أمر على القراء مرور الكرام بس ممكن بعد المجلة تفتح لي أفق مختلف أفق جديد مثلاً ممكن أتعرف قراء علي وتعرف شعراء أيضاً علي ما كانوا يعرفوني قبل هذا النشر كلاهما يعني يفيد ويعطيك فائدة نعم ما نقدر ننكرها ممكن حسابك في تويتر يغنيك عن النشر في المطبوعات لا ما أعتقد أحب أتواجد في المطبوعات في الأمسيات في وسائل التواصل الاجتماعي طيب نسمع قصيدة كده قصيرة تختم فيها اللقاء على هذه الليلة إن شاء الله بختم بأبيات خفيفة أقول ولو غطت على أحلامك يدين الليل على يدينه بتلقالك فرص من نور وذا أزهر جبينك من الهواء كلين بتتركني أراضي قاحلات وبور بحزن الأمس زودتن ورا كمكي وفي فرحك نسيت إننا الزمان يدور الله وفي فرحك نسيت إننا الزمان يدور صح الزانك أحب دلك أخوي أحب دلك أخوي أنا سعدت باستضافتك في حلقتنا لهذه الليلة زينب أم تأتينا زينب تسلم الله يخليك الشعر الإماراتية المتميزة أم تأتينا اليوم بهالقصائد وبالحديث أيضا في كل ما يدور حول جوانب الشعر تسلم أخوي أنا استمتعت أيضا بهذا الحوار الجميل وشاكرا هذه الاستضافة الخفيفة والأسئلة الجميلة أيضا اللطيفة وشاكرا لكم الله يطول صحبك أعزائي إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة من برنامجكم ليلكم شعر كانت ضيفتنا الشعر الإماراتية زينب الرفاعي لقاءنا إن شاء الله يتجدد بكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة وضيف جديد وتصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر